كثير من الناس نستعمل الآيباد للدراسة ونحن الآن بعصر استعمال الآيباد لتسجيل الملاحظات والدجيتال نوت تيكينج أكيد أنك تدور على برنامج مناسب بالنسبة لك عشان تستعمله الثالث الملاحظات وتدوينها على الآيباد يكون أمر مرهق بحكم أنه في كثير برامج موجودة على الابل ستور وممكن تكون نوعا ما حملية مرهقة لتلاقي المناسب لك كثير من الأرواد هي برامج تكون مدفوعة وشراك سنوي يعني ومبلغ لا يقل عن عشو دهر كل سنة لكن إذا فاجئ لكم بقولكم أنه اليوم سنحكي على برنامج ووصف موجودة على الآيباد وحادزاته برنامج النوت تبع ابل يمكن واحد يقول لي برنامج النوت ما هو برنامج بس للمهارزات سريعة ما كتير بيفيد أحب فاجئة أقول لك البرنامج جدا جدا تطور عن النسخة الأولية تم إنشاؤه فيها في عنده خاصية اسكان تنظيم البحث عديد كثير من الشيالات المختلفة ومجالات المختلفة ممكن تغنيك عن جد أن تشتري برنامج الكتابة الملاحظة مثل جود نوت ونتوبريتي على برنامج أصلا موجود عندك بالآيباد مجاني وأصلا ما بيأخذ مساحة زيادة هو أصلا موجود على الآيباد ما خلونا نبلغ شو نحكي عن البرنامج أول شي حنحكي عنه جوا برنامج هو التنظيم طبعا البرنامج يتبع منهجية الملفات والمجلدات مثل أغلب البرامج الموجودة على الآيباد شونا التنظيم الملفات خلونا أقول مجلدات طبعا في خيارين لإنشاء مجلدات مجلد عادي مثل أي مجلد أنت عندك مثل الكمبيوتر بتنشقه بتسميه وتحطه جواته مجلدات تبعتك وملحظة تبعتك وعندنا المجلد الزكي اللي هو أحد الميزات التي نضافت مؤخرا ومجلة جدا جميلة ما حتلاقيه برنامج تاني انت مجلد بس تنشقه بتحدد هاشتاغات متعلقة فيه شو المقصود فيه يعني أنت تحط هالكلمات معينة إذا أنا حطيتها جو المجلدات بعدين أو جو الملفات بعدين أي ملاحظة أو أي ملف أنا بأنشقه وبكتب فيه هاشتاغ اللي أنا ربطت بالمجلد هاد الملف مباشرة بتحول جو الملف هاد أو الملف بتحول داخل المجلد هاد جدا جميلة بساعدك جدا على تنظيم الملفات تبعتك أنت مثل عندك ملفات متعلقة مثلا بمادة معينة أنت حاطها جو المجلدات يعني أنت عندك مجلد عادي حاط ما اسم مادة الرياضيات تمام؟ وعم تكتب كل الملفات عليك داخل ملف الرياضيات لكن عندك بعض الملاحظات هي مهمة وبدك تظلحها أنت ملف خاص فيها تكون موجودة فيك بشان تعفن هي ملاحظات مهمة ونفسها بدك إياها جو المجلد العادي انت انشأته فبس بتحط التاج هو بيحولك على الملف اللي انت حاطه بالأول بيعمل فيها نسخة بيحطها بالملف والسمارت اللي انت انشأته بتلاقي جواتها المادة فجدا جدا جدا مفيدة على فكت انشأ انت لحديد خمس مستويات من المجلدات والملفات ثم موجود فيها يعني مجلد داخل مجلد داخل مجلد داخل مجلد يعني لحديد اخص الشي خمس لفلات خمس مرات فيك تعمل هالحركة يعني وعندك على اليسام تكون شايفين اللي هي كل النوتات اللي انت عندك موجودة على الايباد القايمة اللي بعدها اللي هي اللي هي النوتات اللي انت ما حطتها بملف ولا سميت يعني انت ملاحظة انشأتها بدون تحطت اي ملف افتال اي هو بيحطها هون عشان تلاقيها طريقة العرض والتنقل داخل الملف خانا اقول وطريقة عرض الملفات داخل ملف داخل البرنامج طبعا انت مجلدات اللي انت حاطتها جوة مجلدات دفينك ترتبها بانا على اخر شي طم اضافته او بانا على تاريخ اضافة بشكل عكسي او اخر سبعة ايام يعني انت فينك تحكم نوعا ما بطريقة عرض المعلومات بشكل جدا سريع وبسيط طبعا بالتأكيد فينك تبحث عن اي كلمة داخل اي مجلد حتى ازا انت حطت صورة جوان بلوحظة فينك تبحث عن الكلام موجود فيها ازا فيها كلام وحيلاقي لك ياها وهي ميزة جدا جدا حتى خانا قولي انت عملها مسح ضوئي ازا بحست على كلمة من الكلمات موجودة جواتها بلاقي لك ياها فانت عندك برنامج جدا قوي هي هي جهة عرض الملومات أو لواجهة عرض الملفات انت عندك طريقتين العرض الطريقة الاولى يكن مقسم الحاسة تقريبا الى 3 اقها رئيسية قسم بيكون على اليسار اللي هو المجلد والى بالنسب بكون عندك الملفات وعلى يمين بيكون انت عندك الملف اللي انت فاتحة تمام خانا اقول او ملاحظة انت فاتحها فبسيح انت عندك ثلاث اقصام للشاشه طريقة العرض الأخرى وabanسيحة الى يكون بديك الحاسة د تبMost مثل الجالاري او مثل المعرض بيكون انت كل ملف حاط لك هو بص الصفحة الاولى من النوع بفرجيك اياها شكلها من بره دون ما يفتح لك اياها هم بيكون اسرع بالبحث يعني والتاني بتكون افضل لانت عدد عمل مع عدم ملاحظات نفس الوقت انا ميزة جميلة ايضا ما موجود باي برنامج تاني انت مجرد ما اظهر على احد الملاحظات بشكل مطول اول شي فيها تشوفها من بره بشكل عالسريعي كملاحظة سريع يفرجيك اياها من بره هي عالسريعي مش هما تفوت عليها ثم هما تفوت عليها ويضع فانك تعملها بن بن يعني تسبتها بحيش كون دائما هي اول ملاحظة انت بتشوفها او خنو اول نوت بتلاقيه داخل المجرد التي انت بفعت عليها لازم نحكي على خنو اقول tool bars او خنو اقول بار تبع ادوات نوعا ما هو قصير نوعا ما خنو اقول وصغير نوعا ما مقارنة من البرامج التاني انت تشوفه ولكنه اكتر من كافي صراحة في اهم الميزات اللي انت ممكن تحتاجها عن جد باي برنامج اخدم ملاحظة عنا الاول شي خنان نحكي عنه انت اكيد الكتابة بالقلم او كتابة بالكيبورد هاد الشي متاح ويتعرف على خط ايدك ازان بتكتب خط ايدك ويحول لكها الى كتابة او الى تكست يعني بتكتب انت الشي كتابة ويحوله الى نص مطبوع طباعة نوعا ما فلان نسميه فهي ميزة اهم ميزة قريبا نوعا ما باي برنامج اخدم ملاحظات انت تدفيدك وعننا بالنسبة للألم في 6 انواع من الاقلام تختلف اشكالها اما خنوط قلام رصاص او قلام حبر او مثل ممكن تكون بالفرشاية فانت عندك عديد من الخيارات اللي هي كافيك وزيادة وايضا اهم شي فيها انه ما بتعليق يعني مو من البرامج اللي انت عم تكتب في وجهة اللي انت عم تكتب معا ما عطلق او طلق ما في اي مشاكل من هالناحية جدا جميلة وعننا الممحة فيها خيارين البكسل والأوبجيك البكسل انه تمسح متل محاية العادية اي شي بتمسحه انت بشكل معين الابجيك تمسح كل شي انت وعنها اكيد مصطرة ومحاية وعنها التكست التكست اللي هو انت بصير انت يكتب بالايباد بالكيبورد ما يكتب بالألم فبكل بساطة عن جميع ادوات اللي انت بتلاقيها باي برنامج كتاب المراحظات هي كافية ووافية وايضا ما بتسبلك نقص او مشاكل انه ما موجودة شغلية معينة او موجودة شغلية معينة هلأ خلال نحكي على انشاء المراحظة اما نحكي عنها اذا التوصلت له هون معنى تهتم بالفيديو فرجاء حط لايك واشترك بالقناة اشترك بالقناة حتى اهم بكتير اما اللايك يعني تقريبا احنا عنا بس ثلاثة بالمئة متابعين القناة تخيلوا مشتركين بالقناة بس ثلاثة بالمئة يا جماعة مشتركين بالقناة فاذا شايفين هذا الفيديو مفيد وعجبكم ارجاء اشتركوا بالقناة هذا همشي وعننا فيديو ادى احنا حقا فيه عاملنا تقريبا حيتم السحب عليه بس وصل خمسة الاف مشترك فوتوا وروحوا شاركوا فيه رضيعوا فرصة على حالكم ممكن كونوا انتوا الراحين خلنا نكمل لشانو انشاء ملاحظة ان تجوى البرنامج في اي مكان كنت انت داخل البرنامج فوق عالمين عنا هالايقونة لما اضغط عليها تطلع لك انت ملاحظة قدامك وعاملت اكينك فينك تغيير الشكل تباحها فينك تغيير ديزاين تباحها فينك تغيير كيف هي معروضة نوعا ما فينك تعدل على التول بار تبعك واكين فينك تضيف صور ازا بدك او حتى انت ايضا النص الكاب وتحاولك خلنا نقول او تحاولك مثل ما بيسموها اللهم صلى الله سيدنا محمد اه يعني شارك تكبس عليها بيلك انو انت ساوتها وبيعملها لها خط مباشرة يعني ما فيه كتير تعقيب ان شاء الملاحظات حالا خلنا نحكي على ادخال ملفات داخل البرنامج وايضا نعمل اسكان الملفات حالا صراحة كما اكذب عليكم ممكن هاي الفقرة الوحيدة والميزة وحيدة بكتكون شوي مزعجة بالبرنامج ادخال ملف على البرنامج هاد بكتكون شوي مزعج يعني انت مثلا تجيب كتاب من الكتب وانك تفوته عادي فنك تضيفه لكن هو حيعتبره كإضافة حيعتبره كأتاجمنت حيعتبره شي انت ضايفه على الملاحظة ما هيعتبره نص جوه الملاحظة طبعا دا فينك تفوت بعدين على المأتاجمنت هاي الإضافة وتنسخ من الكتابة وترجع عضيفك لجوه خلنا نقول جسم الملاحظة عشان يراها كملاحظة لكن ممكن تكون شوي هاي حركي مزعجة نوعا ما يعني حسب الشخص وايضا ازا عملك تسكان او وضفت صورة بيعتبرها اتاجمنت بيعتبرها شي انت ضايف وعصورة بيعتبرها شي انت ضايف وعلم ملاحظة مو ملاحظة بحد ذاته فاذا بتاخد كلام بدك تعمله سكان بتضيفه كاتاجمنت تنسخ الكلام من الاتاجمنت وبتضيفه نشوف الملاحظة عشان تعتبره كلام داخل الملاحظة بحد ذاته حركي مزعجة شوي بعرف باش انه انت منهاية مع انتفاع مصائب مرة هون داخل برنامج مجاني فما شغل ما تفهمها كتير يعني صراحة هلأ حفظ الملاحظات وبشكل اضاق اعمل لأكسبورت او استخراجها ومشاركتها مع الناس هون دعوان عندك احد دخلنا اقول السلبيات بالبرنامج هل شو هي خالي نحكي عنها اول شي انت الملفات فينك فقط فقط تعمل لأكسبورت او استخراج او يعني الصيغة النهائية اللي هادك تعمل لها شير كبي دي اف تاني شي فينك تعمل بدي اف واحد نفس الوقت يعني ما فينك تعمل بدي افات يعني بس يكتمل الشير لملاحظة واحدة بنفس الوقت حركة مزعجة عنا ايضا احد المشاكل اللي انت زي ما انتبهت انت مسكت الملاحظة داخل البرنامج هات حتلاقي انه هي لا نهائية بشكل عمودي يعني انتو تعمل لأكسبورت سلها لحده انت ما فكتعرف الصفحة وين تنتهي وين تتبلش فممكن حرفيا سي عندك قطعات غريبة فجأة انتو تعمل لأكسبورت كبدي اف انتو مجبور على بدي اف حتلاقي فجأة اي طريقة تحلها مع الاسف وايضا نوع الخط خانا اقول والحبر والفورمات اللي بيستعملوه جوا ببرنامج ان شاء ان شاء ملاحظة ممكن يطلع على بدي اف كأنه شوي مغبش يعني هو مو افضل برامج صراحة ارسل منه ملاحظات مشاركة الحلوة بالحفظ هو مربوط مع الاي كلاب تبعك فانت زي عندك ماك عندك ايفون بكل بساطة هتفتح البرنامج على الايفون هتلاقي الملفات تبعك موجودة بدون ما تعمل اي شي هتفتحها بالماك هتلاقي يوم موجودة لان هدا برنامج للاي او اس فمربوطين مع بعضهم تكش جدا سريع يعني هي احد الميزات الحوية والقوية لكن مات بحكيت انك ارسال ملاحظة لحدها كبيدي اف قد تكون شوي مزعجة يعني وهلا اخر شي بدي احكي على مميزات خاصة بالبرنامج نوع عما شهر ما هتلاقي يوم مكان تاني اول شي واهم شي احد الملاحظات اللي احد الميزات اللي جدا قليلة برامجة عند دنيا هي انو انت عندك شي اسمه ملاحظة تفاعلية وش يعني هي فيك تضيف اشخاص عن ملاحظة هاي تمام بيكون شغلتين انت فيين تحددهم اما عندهم اكسس دائما على هاي الملاحظة اذا انت اي شي عدلت على ملاحظة يتعدل عندهم كمان والشي التاني هنوين كمان بيقدروا يعدلوا عليها يعني ملاحظة مشتركة بينكم كل اي واحد بيعدل بتعدل عند الكل او انت تخلي واحد عم بيعدل والباي بس يتطلعوا طبعا اي واحد يقول لي هي ماكتلة مفيدة لكن سديني كتلة مفيدة احنا شخصيا بالصف تبعنا بالجاعة استعملناها عندنا بعض المواد بتغير الدروس تباحها وتغير الترتيب تباحها وتغير الاوقات تباحها تقريبا في شخص واحد مسؤول بيعرف الملومات هي وبلما يوصلنا ايها واحد واحد يبعتها لجروب واحد شاف واحد ما شاف انشانا ملاحظة واحدة تمام نشرناها بين جميع جميع عند دنياها هو الوحيد بيحقل يعدل عليها اي تعديل صورة الدوام عندك مثلك ما تفي تقول ما شفت يعني ما انتبهت فنيزة جدا قوية عندنا الميزة اللي بعدها متل ما حكيت ما في اي برنامج عنده شي اسمه هاي برنامج القريمة الوحيد اللي مر عليها بيعمل عندنا ايضا الجداول بانشئ جداول بشكل جدا سريع جدا سلس وجميلة جدا ما فيها تعقيد ما في برامج تاني قريمة انشئ جداول اليك والميزة التالت والاهم بيتعرف على المدخلات يعني از انت بتدخل رقم جوال بتعرف انه هو عليه انه ايميل وعليش مفيدة مهمة هاي بيخليك تتعامل معهم بناء على التصنيف يعني انت حطت ايميل مجمع تضغط عليك تتبعت ايميل مباشرة لهادو الشخص مو بيقع بخليك تنسخه ومو متعرف عليه وتروح بالدينة على الايميل مثلا الرقم حاطه انت بالايفون تكمس عليه بيلاك بدك تتصل بهالزلمة فانت مثلا خلنا اقول ايجاك ايميل عمل نسخت الرقم للتليفون عندك يا على الايباد حتى تجول مراحظة الايباد ومسلتم من الجوال فتع النوت اتصلت بالزلمة فميزات حلوة وعند فيه بشكل اكبر صراحة الشخص اللي عنده نظام يعني عنده ايفون مثل ايباد وماكبوك سهل علي الحياة اكتر بشكل اكبر لكن بالتأكيد مفيدة حتى لو ما كان عندك يا هون كل ايجاك اول فيديو اليوم صلنا النهاية شعره يكون اعجبكم اللي وصل لهون يكتب التعليقات لانا الفيديو شوية طوية توقع 1-12 دقيقة وتسعين بالمية تسعين بالمية منكم مهدد بوصل لانهاية الفيديو كلكم بتطلعوا بكير فوصل لهون وشارك بالقناة شارك بالقناة رجاء انت الشراك بالقناة هو اللي حي ساعدنا لايك امر رجالك عجبك الفيديو ما عجبك الفيديو لايك انا اشتراك هو اللي فيديو منك شكراك بالقناة مع السلامة